ننتقل معك لملاف كورونا لماذا كل هذا التشدد والصرامة في الإجراءات التي تتخذها الصين الكثيرون لا يفهمون الاستمرار بها رغم تخفيف الإجراءات في كل دول العالم تقريبا وأنت تقولي بأن هذا الموضوع أثر أصلا على الاقتصاد الصيني نعم لقد أثر كثيرا لقد شهدنا أساليب صارمة جدا من عمليات الإقفال ومثلا في شانكهاي تقررت عمليات إقفال في وقت لم يكن السكان يملكون الطعام ولم يسمح لهم بمغادرة منازلهم لفترات طويلة جدا وكان الأمر أسوأ أيضا على المصابين حتى لو لم يكونوا يعانون من أعراض فقد كانوا في وضع السجناء بل حتى الحيوانات الأليفة عانت من هذه السياسة ونفق بسببها بعضها إنه أسلوب صارم وفريد من نوعه في مواجهة كورونا وعلى خلاف العالم أجمع لم تتعلم الصين كيفية التعايش مع الفيروس والتعامل معه ربما سبب قلقهم الكبير من التسبب في موجة أخرى حتى وإن كان عدد الإصابات أقل بكثير من بداية الجائحة كما وخطورة ولكن الرئيس شي جينج بينغ هو الذي يقف وراء هذه السياسة ربما لأنه يعتقد أنها الأكثر ملأمة في شعب كبير جدا من حيث عدد السكان ولكن أيضا هناك تقارير تتحدث عن كونه يستخدمها لفرض آرائه وبرامجه لكن من الجانب الآخر تسببت السياسة في انقسامات داخلية لا سيما مع مشاكل التلقيح وتوزيعه وحتى ولو كانت الصين قد صنعت لقاحين إلا أنه لاحقا بمقارنتهما مع بقية اللقاحات الغربية تبين نقص فعاليتهما ترجمة نانسي قنقر